وزارة الشباب والرياضة بتنظم أولمبياد جديدة بتسمى أولمبياد المحافظات الحدودية وعلى هامش فعليات ختام النسخة الثالثة لأولمبياد المحافظات الحدودية اللي بتنظمها وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان شارك الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة في مباراة كرة قدم استعراضية برفقة كل من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء محمد أزم اللوت محافظ الوادي الجديد واللواء خالد شعيب محافظ مطروح أقيمت المباراة في نادي سيتي كلاب في مدينة أسوان الجديدة بمشاركة عدد من قدامة اللعبين وده بعد انتهاء حفل المرحلة الختمية للأولمبيات اللي احتضنوا المسرح الروماني في أسوان الجديدة كمان قام وزير الشباب والرياضة برفقة السادة المحافظين بالمشاركة في جزء من مباراة الكرة الطيرة بين المتنافسين من أبناء المحافظات الحدودية في الأولمبيات إضافة إلى مشاهدة عدد من منافسات الأولمبيات في إطار كنا شايفين مباراة الناس اللي كانت بتتابع مشاهد خاصة منه كان في إطار كارنفال كده ممتع لكل أبناء أسوان وكل الناس كمان اللي سفرت علشان تكون بتحضرهم زي ما حضرتكم شفت على الشاشة عدد كبير جدا من الشباب والشباب بيشاركوا في هذه الأولمبيات وفي سعادة كبيرة جدا الموضوع زي ما مريهان قالت فعلا بمثابة كارنفال موجود هناك دلوقتي في المحافظات اللي سبق وأنزقنا ولكن محافظة أسوان الجديدة هي اللي بتحتضن هذا الحدث مزيد من التفاصيل هتكون معنا دلوقتي من خلال واحد من الزملاء العزاء أحمد عبد الملك مرسلنا وزاملنا العزيز اللي هيكون متواجد دلوقتي وطلعنا على العديد من الأخبار الخاصة بهذا الكارنفال الكبير أو العرس اللي بتستضيفه محافظة أسوان ويكون معاه أكيد الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي بإذن وزارة الشباب ورياضة نعرف منه كل التفاصيل وصبح عليك يا أحمد أنا ومرهان بالتأكيد وأكيد عندك العديد والعديد من الأخبار الهم عن هذه الأولمبياد الخاصة صباح الفل عليك غاني وصباح الفل يا مرهان وصباح الفل على كل مشاهدينا مشاهدي صباح وانتايم في كل مكان من هنا من أسوان بلد الجمال في صعيد مصر وفعاليات مهرجان المحافظات الحدودية تحت رعاية سيادة رئيس الوزراء كدوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة غاني بخلنا أقولك أن بعد الفعاليات يوم الخميس الماضي بالكشف الطبي على جميع الوفود المشاركة ثم تسكين الوفود المشاركة واجتماع فني وإجراء الأرعى للوفود المشاركة ثم بالأمس اليوم الثاني بدأت المنفسات بمسيرة ماشي سيادة وزير الشباب والرياضة وجميع الوفود المشاركة وقادهم وزير الشباب والرياضة وبعد من نجوم الفن والنجوم الإعلام وجميع المحافظين ثم كان فيه يوم رياضي لأسر ضحايا السيول أكتر من 500 أسر ثم كان فيه بداية الفعالات والمنافسات للوفود المشاركة ثم حفل الافتتاح أعتقد أن الحفل جميل جدا كرنفال غانم ثم كان اليوم الأخير بالمباراة الخماسية لسيادة الوزير والمحافظين كان يوم ممتع جدا الحديث أكتر عن البطولة وعن الفعليات يسعدنا ويسعدكم يكون معنا الدكتور محمد فوزي المتحدث رسمي لوزارة الشباب والرياضة دكتور فوزي أعتقد زي ما غانم وزي مرهان قاله كرنفال يعني كرنفال الوفود المشاركة الكرنفال للمحافظات الحدودية يعكس اهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية نسخة الرابعة أكتر من 1200 مشارك كرنفال دكتور فوزي أنا برحب بيك وبرحب بمحمد مريهان على شاشة On Time Sport اللي دائما وأبدا بيدعمونا ومعانا في كل حتة في مصر خلالنا نقول بالفعل احنا هنا في أسوان يعني فعليات أولمبياد المحافظات الحدودية بدأ مبارح بمارس ونهام جدا شارك فيه ألف شاب وفتاة من ست محافظات هي البحر الأحمر وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح طبعا كان بيتقدمهم الدكتور أشرف صبح وزيرة الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوت محافظ اللودي الجديد واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وأيضا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعدد كبير من قيادات التنفيذية والشعبية هنا في محافظة أسوان طبعا هذه الأولمبياد بتأتي تحت الرعاية الكريمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اهتمام كبير جدا من الحكومة المصرية بهذه الأولمبياد وتكسيف للأنشطة والبرامج المستحدثة للمحافظات الست وهي المحافظات الحدودية طبعا شفنا كمان الفعاليات كلها مبارح وحفل الافتتاح الكبير اللي كان فيه المسرح الروماني واللي عكس كمان الفنون الشعبية والتراثية للمحافظات الست ثم استضفنا نادي سيتي كلاب وحاجة منشأة أولى أروع ومباراة هامة جدا جمعة ما بين السادة المحافظين والدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة وأيضا عدد من الفنانين ونجوم كرة القدم واللي انتهت بصالح الدكتور أشرف صبحي نجاح التلات نسخ الماضية والنهاردة بالتأكيد للنجاح للنسخة الرابعة في محافظة أسوان ده الأمر اللي أدى إلى إعلان الدكتور أشرف صبحي أن محافظة مرسى مطروحة تكون هي المستضيفة للنسخة الخمسة للعام الجديد قولي شايف ده إزاي والعكاس ده على المحافظات الحوالية شايفوا إزاي لا هي النسخة الرابعة هتبقى في محافظة مطروحة احنا في النسخة التالتة النهاردة خلينا نقول كمان إن المحافظة مطروحة بالفعل هتستضيف النسخة القادمة مهم جدا بعد ما شفنا إنه مبارح والنهاردة كمان لسه هنشوف عندنا عدد كبير من الأنشطة الاتحادات النوعية هتنفذها في جامعة أسوان وهيكون هناك عدد أيضا من اللقاءات التقافية والحوارية وكمان هيكون هناك عدد من الأنشطة الأخرى اللي هتنفذها الاتحادات النوعية كل ده من أجل أبناء المحافظات الحدودية ومن خلال توجهات القيادة السياسية بتكسيف وتطوير البرامج والأنشطة المستحدثة لهم خصيصا خلينا نقول إن العام القادم هيشهد النسخة الرابعة لأولمبيات المحافظات الحدودية في محافظة مطروح واللي هتشهد أيضا عدد جديد من البرامج والأنشطة الهمة جدا واللي بتأتي في إطار تطوير خاص لكافة الأنشطة التي نستهتب بها المحافظات الحدودية حاجة أهم جدا وكان نشاط مجتمعي أهم جدا في زلطة وزارة الشباب والرياضة أمس وهو يعني الاهتمام بمتضرر السيول وجعل لهم أنشطة محددة وكمان توزيع هدايا وجوائز عليهم وكمان كان فيه لقاء خاص في مركز شباب بدر لزوي القدرات والهمم وتكسيد واضح لدور وزارة الشباب والرياضة في الاهتمام بجميع النشأ والشباب وكمان جميع الفئات من زوي القدرات والهمم يعني تواجد وزير الشباب والرياضة تواجد سادة المحافظين وسط الشباب بيحكس اهتمام الدولة يعني ما فيش فرق بين وزير وفين محافظ شايفين كل مندمج ووسط بعدي سادة المزير بيتكلم مع الشباب مع كل الناس محافظين دايما مشاركين وقاعدين وقاعدين مستقرين مع الشباب ده أعتقد ده إدى انطباع كبير للوفود المشاركة من المبيعات والمحافظات البلدية طبيعي جدا لما تشوف وزير ومحافظ موجودين وسط أبنائهم من الشباب والنشأ وكمان بيلعبوا معاهم وبيشاركوهم في ممارسة الأنشطة اللي تمت أمس أكيد ده بيعكس روح جديدة جدا بيعكس مدى اهتمام الدولة بكل الشباب والنشأ خليني كمان أقول لك ان مش بس كده المشاركة مكادش بس على مستوى الأنشطة الرياضية زي ما قلت كمان الأنشطة الاجتماعية خليني كمان أقول لك ان الدكتور أشرف صفح وزير الشباب والرياضة وجه بالفعل ان الأنشطة اللي بتتم من خلال أولمبيات المحافظات الحدودية حيتم تزويتها بما يسع عدد أو توسيع القاعدة المشاركة من كل الشباب والنشأ عايزين أكبر عدد من النشأ والشباب في المحافظات الحدودية يشارك في هذه الأولمبيات الهمة جدا واللي أصبحت براند ومن أهم المشاريع القومية اللي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة يعني شفت كمان بعض الحرف الادوية لمراكز الشباب تلك المحافظات أعتقد يعكس تطور كبير ويعكس مدى إبداع الشاب المصري يمكن مبارح معرض الحرف التراثية واللي نفذته أنديت الفتاة بمراكز الشباب في المحافظات الحدودية كان ليه دور مهم جدا في نجاح كمان الفعليات يمكن اللي أشرف عطية أكد الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة أمس أن هذا المعرض سوف يستمر طوال العام من خلال إقامة الأنشطة والفعليات اللي بتتم في محافظة أسوان واللي بتنفيذها وزارة الشباب والرياضة واختار الشباب النهاردة جاي كمان هيشارك في هذا المعرض الهم جدا واللي كمان هيكون ليه دور كبير جدا في تسويق هذه المنتجات خلينا نقول أن كان مفخارا مبارح احنا كنا موجودين كنا موجودين مبارح بشكل كبير جدا من خلال الأنشطة اللي تمت في المعرض واللي لقت إعجاب كل الحاضرين وكل المشاركين وان شاء الله النهاردة هيكون فيه جولة أخرى لقطار الشباب في المعرض حتى يتم تسويق هذه المنتجات يعني أخيرا نقول كده بقية البرنامج اللي هيكون لآخر الأسبوع وهل سيادة المحافظين هيكون مقيمين نفس الأمر لحد نهاية الأولمبياد يمكن النهاردة قناة أون تايم سبورت مشاركة معنا في فعليات اليوم النهاردة احنا عندنا النهاردة يوم طويل جدا هنبدأ من جامعة أسوان وحيكون هناك فعليات للاتحادات النوعية وأنشطة رياضية وثقافية وطرفيهية حتى نفذها للاتحادات النوعية وأيضا هيكون عندنا ندوة دينية خاصة لشبابنا داخل محافظة داخل جامعة أسوان شكرا لكم ولكل السادة المشاهدين يعني إذن غانم إذن يا مرهان ده كان إطلالة سريعة على مهرجان المحافظات الحدودية واللي هيكون في أسوان لو احنا متكلم عن أسوان وعن الصعيد يا مرهان أقول لي خبر حصل لك كده كان فيه مهاجم كان هكترب من أحد الفرقة الكسم الثاني لمجموعة الصعيد وهو محمد غانم يمكن جامبك دلوقات حنشوفه حصل لك إن شاء الله المسلم القادم هيكون مهاجم أحد الفرقة الكسم الثاني بالتوفيق الغانم بشكركم وإن شاء الله دائما متقلقين وصباح وانتعي بقى لك يا عبد الملك والله أنا جانب جامبي يعني تبيتكو ليعرق فأنا مش عارفة المعلومة دي صحتها دي حقيقة؟ حسر جدا مش أيل برضو تحس بيداري على شمعيت كده يا أحمد طبعا طبعا الفل عليك بنتشكرك أكيد جدا أحمد عبد الملك مرسلنا من محافظة أسوان وأكيد كان حديث مطابل مع الدكتور محمد فوزي يا متحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة الحياة المشهد كان عظيم جدا جدا وكمان انه الكارنافال او اولمبيات المحافظات الحدودية واضح انه كمان الاهتمام من قبل وزارة الشباب ورياضة فكرة ان انت تكون بتدعم ثقافة الرياضيين من وهم صغيرين وكمان تكون بتنشرها في محافظات مختلفة دي حاجة عظيمة جدا ولكن كمان على هامش البرنامج في هذه الايام المتعلقة باولمبيات المحافظات الحدودية يكون كمان اهتمام بالادوات او الحاجات المجهولات اللي هما بيعملوها وفعلا قطط لما جات على الحاجات بحب انا جدا الناس اللي بتشتغل بايدها وبتعمل الحرف اليدوية الحرف اليدوية دي حاجة فولكلور مصري اصيل يعني ان احنا دايما في اي محافظة نكون بنشوف ولادنا وبناتنا بيعملوا منتجات بايدهم فده حاجة عظيمة جدا ان احنا كمان نكون بندعمها وبشوف بعيني يعني طول الوقت السياحة المتوجدين في اي محافظات في الصعيدة واي محافظة في مصر بيكون عندهم تهافت ازاي انهم يكونوا بيشتروا هذه المنتجات كسفونيرز او كحاجات حتى يكونوا بيمتلكوها فاعتقد ان هو مشهد عظيم جدا جدا ان شاء الله يكون بيستمر على مدار الايام المتبقية فيه على اكمل وجه ويكون دايما بيعكس قد ايه الدولة المصرية بتهتم بالرياضة وبتهتم بصراحة بكل ولادها في كل المحافظات بشكل متوازن وفي تناسق حتى ايا كان انت موجود في العاصمة او غير العاصمة لازم يكون في اهتمام بكل حقوقك سواء الترفيهية او حتى كمان الحقوق الاخرى يعني مشاهدين اكيد هيكون في استكمال لحدثنا في صباح اون تايم ولكن بعد الفاصل كليكم معنا موسيقى موسيقى شكرا